توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للملايين من أهلنا هو جزء أصيل من أمنهم الشخصي وأمن البلد بالكامل ولذلك على مدار تسع سنين كمنا بمضاعفة مجهودتنا لتحقيق الأمن الغذائي لكل المصريين لأجل منقضي على مشاهد ما كانتش تليق بشعبنا توبير العيش وتهريب الدين وزحام ما بينتهيش على منافذ التموين لكن من 2014 الدولة المصرية أخدت عهد نغير من شكل منظومة التموين تماماً من خلال عدة خطوات أولها كان إعادة هيكلة منظومة الدعم العيني وتحويله لدعم نقضي مشروع أو نظام للدعم عن طريق كوبنات للغذائي تطورنا لمنظومة الدعم كان قائم على مبدأ ضمان صحة الاستهداف فتم تنقية المستحقين للبطاقات التموينية والاعتماد على البطاقات الزكية وإضافة 568.9 ألف بطاقة جديدة لمحدود الدخ والأسر الأولى بالرعاية فوصل عدد المستفدين لـ 62 مليون مواطن وفي 2023 وصل دعم السلع لـ 36.1 مليار جنيه بزيادة 3 أضعاف تقريباً عن 2014 على الناحية التانية قمنا بتطوير منظومة دعم الخبز من كل النواحي فقمنا بزيادة عدد المخابز البلدية لـ 31.1 ألف مغبس مدعم بيقدموا ما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف كل يوم بسعر سابت 5 أروش للرغيف الواحد ووصل إجمالي دعم الخبز في 2023 لـ 91 مليار جنيه بيستفيد منه حوالي 71 مليون مواطن وفي نفس السياق اشتغلنا على تزويد مخزوناتنا من الأمح فقمنا بزيادة عدد صوامع الغلال لـ 94 صومعة تبدأ حيفيد إزاي؟ عن طريق تقليل الهدر اللي كان بيوصل لـ 20% وعننا منه لسنين لما كنا منخزن الأمح في الشوان المفتوحة والصوامع الغير مجهزة والنتيجة شفناها بعنينا لما أصبحت الطاقة التخزينية في 2023 حوالي 3.5 مليون تن بعد ما كانت 1.2 مليون تن في 2014 وده سعيدنا لتأمين مخزون استراتيجي آمن من الأمح يغطي احتياجاتنا المدة تزيد عن 5 شهور في نفس الوقت اشتغلنا أيضاً على تطوير آلية وصول الدعم المستحقية فقمنا بزيادة عدد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لـ 1300 فرع ورفع كفاءة 574 منهم في آخر 3 سنوات وطورنا المكاتب التموينية لحد ما بقت مراكز خدمة تطورة بعدد 378 مركز وعلشان احنا في العصر الرقمي كان لازم نتطور معه فوظفنا الرقمانة في المنظومة التموينية بشكل زاد من كفائتها 3 أضعاف وقمنا بما كانت العشرات من مخازن الجملة طب واللي ما كانش يقدر من أهلنا يوصل لمنافذ التموينية المعتمدة عشان ياخد نصيبه من الدعم سبناه؟ طبعاً لا والأجلهم استحدثنا المنافذ التموينية المتحركة من خلال أسطول سيارات متنقلة وصل عددها الـ 261 سيارة بيوصلوا المنتجات المضعومة في كل أرض مصر في خلال 9 سنين تعزيز كفائة حركة التجارة الداخلية كانت من أولوياتنا فقمنا بالتوسع في إقامة 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات بتكلفة 33.5 مليار جنيه كذلك طورنا 28 سوق جملة على مستوى الجمهورية كذلك أنشأنا 25 سجل تجاري على مستوى الجمهورية وطورنا من 57 فرع آخر وتم ربطهم بنظام إلكتروني موحد لتعزيز كفائة الخدمات المقدمة بالإضافة لربطها مع البنوك لتحقيق الشمول المالي ولأن الرقاب على الأسواق بتلعب دور كبير في ضمان وصول السلع المستحقيها في 2018 أصدرنا قانون حماية المستهلك لمواجهة السلع مجهولة المصدر وضمان السلامة الصحية وحقوق المستهلكين طب إزاي؟ من خلال 23 فرع الحماية المستهلك في مختلف المحافظات بنتلقى شكاوي أهلينة ومع حملات التفتيش المستمرة بنقطع الطريق وصاد أي حد يفكر يتلاعب ويستغل أهلينة ويحجب عنهم أي سلع ضرورية ونتيجة كل مجهوداتنا على مدار 9 سنين تقدمت مصر في مؤشر الأمن الغذائي للمركز 77 من أصل 113 وأشاد البنك الدولي بالتجربة المصرية في منظومة دعم الخبز والسلع التامونية كخطوة لتحقيق التنمية المستدامة بس لسه الطريق طويل وحكايتنا في انتظار سطور جديدة بانجازات أكبر وأكبر ما هي دي حكايتنا؟ حكاية وطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر